مشاهدينا نصبح عليكم من جديد ورح نتحدث عن مشروع نظام الأبنية لأنه صدر مقال في جريدة الدستور طبعا للدكتور محمد عبدات وهو رئيس جمعية حماية المستهلك كان بعنوان مشروع نظام الأبنية سيؤدي إلى رفع الأسعار طبعا نحكي عن رفع الأسعار أكيد للشقاق قل يوم كان مفروض مع أنا شخص من جمعية حماية المستهلك لكن شرفنا بالستوديو المهندس كمال العوام لرئيس جمعية المستثمرين ورح نتحدث عن هذا المشروع وليش رح يصير في ارتفاع لأسعار الشقاق وبنحاول بركي درنا نلاقي بعض الحلول حتى أكيد ما خدا فينا بده أنه أسعار الشقاق إنها تزيد أسعارها صباح الخير مهندس كمالي أعطيك ألف عافية الله عافية صباح الخير لجمهور الأردني في كل مكان الله يخليك يعني أنا شايفي حضرتك معك المقال اللي نزل في جريد الدستور زي ما حكينا وكان رئيس جمعية حماية المستهلك هو اللي عم بيبحث في هذا المشروع نحكي عن هذا المشروع خاصة أنت مبارح وقتلي هو تعديلات جديدة على النظام القديم نعم فنحكي شوي عن التعديلات ليش رح ترفع الأسعار الواقع إحنا في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان نقدم شكرنا بداية لجمعية حماية المستهلك لأنه هي فعلا أثبتت على مدار السنوات الماضية المحاولة المستمرة دائما للدفاع عن المواطن وحقوقه فجمعية حماية المستثمر عفوا على المستهلك برئاسة العين سعادة العين الدكتور محمد عبيدات قامت بإجراء دراسة على نظام الأبنية وهي جيهة محايدة يعني إحنا اجتمعنا مع أمانة عمان أكثر من ثلاث مرات حول مسودة مشروع هذا النظام وكان لنا مطالب تدور في محورها بنفس ما تحدث به جمعية حماية المستهلك جمعية حماية المستهلك عملت دراسة معمقة نشرت في جميع الصوف المحلية الواقع بالأمس تتحدث عن أنه سيكون هناك ارتفاع من 10 إلى 15% في أسعار الشقاق نتيجة لنظام الأبنية الجديد المنوي إقراره في المرحلة القادمة طبعا الجمعية دراستها باعتقادي كانت نتائجها بنفس النتائج اللي إحنا خرجنا فيها من أسبابها أنه تعديلات النظام إحنا بداية نحكي عن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان هو نظام قديم يعني هذا النظام أنا سمعت من أحد المهندسين والله يطول عمره ما زال موجود بناتنا أنه هو أحد الذين ساهموا في إعداد هذا النظام عام 1965 واللي صدر في عام 1966 لما كانت مدينة عمان مدينة لا يتجاوز عدد سكانها المئتين ألف نسمة اليوم إحنا بنحكي عن مدينة عمان سكانها يتجاوز الأربعة مليون من ثلاثة ونصف إلى أربعة مليون وأحيانا في النهار يكون فيها أكثر من ذلك من المحافظات الأخرى فباعتقادي النظام وتعديلاته اللي جرت في التسعة وسبعين وبالتسعة وتمانين وبالتسعينات وبداية القرن الحالي أيضا كلها كانت تعديلات لم تصب روح المدينة المستقبلية الواقع يعني أصبح النظام المعمول به حاليا نظاما باليا إحنا برأينا كمستثمرين وليس جاذب للإستثمار ولا يعمل لمصلحة هذه المدينة طب مهدس كمال هو ليش رحي يعني ليش حتى في المقال وزي ما تفضلتها الله وحضرتك معانا كونك رئيس جمعية المستثمرين عم يحكوا أنه هذا المشروع رح يأدي له زيادة أسعار الشقق يعني خلنا نبسط يمكن للساعدة المشاهدين شو التعديلات اللي رح تأدي لرفع الأسعار بداية التعديلات اللي ذكرتها جمعية حميات المستهلك واللي إحنا أيضا نؤكد عليها هناك حديث حول الآن إحنا كل شقة حسب السكن ألف أوبام نوفر كراج سيارة واحد لسكن جيم كل شقتين كراج وهلما جرى حسب فئة التنظيم لكن الآن المطلوب أنه لكل شقة تزيد عن 150 متر كراجين سيارة الآن أنا بحكي عندي بالمبنى 16 شقة أصبح مطلوب مني 32 سيارة معنى ذلك أنه أنا بحاجة إلى توفير طابق كراجات إضافي طابق الكراجات الإضافي هذا كلفته على الأقل على الأقل لن تقل عن 50-60 ألف دينار في أحسن الحالات حتى أمن المواقف حتى أمن المواقف هذه 50-60 ألف دينار ستنعكس فورا على سعر الشقة على فرض أن العمارة في بعض المباني فيها 10 شقق أو 12 شقة لتسهيل الموضوع إذا كان المبنى به 10 شقق وأنا حطيت 60 ألف دينار فقط للطابق الإضافي أيضا سأحتاج جدران استنادية يعني بكل في أخرى سعر الشقة الواحدة سيرتفع من 5 إلى 7 ألف دينار هذا فقط مجرد توفير كراجات السيارة إحنا مع توفير كراجات السيارات الواقع مشكلة الازدحام المروري المصابة في عمان وكل مدن العالم أيضا ليس سبب السكن في كل مدن العالم معظم البنايات لا يوجد بها كراجات مثل ما هو موجود في عمان هي مسؤولية الجهات التنظيمية وأمانة عمان بتوفير كراجات عامة أزمة المرور بتخص محلات التجارية والمطاعم والأعيادات خلنا نقول والتفاصيل أكيد المشكلة المرور أو أزمة المرور أو الأزمات المرورية في الشوارع الرئيسية السبب اللي اتفضلت فيه المطاعم والخدمات اللي موجودة والمثال على ذلك شارع المدينة المنورة شارع القاردنز سبب وجود مطاعم وكل آياتها متلاسقة وهذه المباني التجارية لم توفر الكراجات الأولى أن المباني التجارية أن يكون خلفها قطع يتم توفير كراجات فيها للمواطنين أيضا إحنا مشكلة الاكتظاظ والازدحام اللي حاصل إحنا قبل من طالب برفع سر الشقة من خلال توفير كراجات إضافية جب أن يكون عندنا كمدينة منظومة نقل عام منظومة النقل العام لم تعمل أمانة عمان هي تعمل لكن ما عملت مع تطور المدينة أن هذه المدينة فيها 4 مليون بحاجة إلى وسائل النقل من باصات وسيارات وما إلى ذلك يعني مهندس كمال يعني إحنا من خلال برنامج ممكن ما منقدر نحكي بغياب أمانة عمان الكبرى عن فقرتنا لليوم لكن منحكي أنه في إلها إنجازات كتير كبيرة إحنا اليوم بس حبينا أنه نسلط الضوء على هذه التعديلات واللي مش بس أنتو عم تحكوا فيها وبتطالبوا فيها أيضا جمعية حماية المستهلك كونكم أنتو من ناحية عم بتقوموا فيها كونكم مستثمرين وأكيد بدكم أنه يتشجعوا المستثمرين أكتر يستثمروا في الأردن فهذا ممكن يضر بالاستثمار وأيضا جمعية حماية المستهلك اللي حضرتك أكيد بتضم صوتك لصوتهم المواطن ممكن أنه يتضرر في هذا الموضوع فإذا كنا نحكي باختصار الحلول يعني أنتو شو ممكن كأشخاص متتكاتفوا كجمعيات كنقابات حتى توصلوا للحل خلنا نقول اللي ممكن يرضي كل الأطراف والله إحنا باعتقادي أمانة عمان جلست معنا حول مسودة هذا النظام لكن يعني بدناش ننتقل نقول كان هناك استقبلت وما ردت الواقع باعتقادية يجب أن يكون هناك ما يسمى سيتي بلانينج سيشن يعني جلسة لأبناء هذه المدينة ولجميع الخطاعات إحنا الواقع ليس فقط جمعية حماية المستهلك اللي ضمت صوتها لصوتنا هناك نقابة المهندسين وهي أحمد أهم بيوت الخبرة إقليميا وعالميا أيضا نقابة المهندسين أنها تحوى 120 ألف مهندس من مختلف التخصصات المعمارية والمدنية وغيرها قادرة نقابة المهندسين أيضا بالخروج بتصور لهذه المدينة جمعية المعماريين الأردنيين أيضا انتقدت بسودة هذا النظام فأنا باعتقادي أنه يجب الجلوس تحديد ما نريد لمدينة عمان على مدار 50 سنة قادمة يعني يجب أن يكون هناك تخطيط لهذه المدينة اللي احنا كلنا نحبها ومن عزة وهي مدينتنا عاصمتنا الحبيبة بحيث أنه يكون على الأقل لـ 30 سنة قادمة يعني لا أرى داعي أنه أنا أعمل تعديلات على نظام أبنية مجرد تعديلات احنا أمانة عمان اشتغلت على نظام أبنية لمدة ثمان سنوات وحطت فلوس وجابت خبراء أجانب وفي النهاية طلع هذا النظام غير قابل للتطبيق يعني احنا أخوان يمكن مهندس كمان ما بدنا نتشعب بالمواضيع أو بدنا نحكي عن أشياء يمكن ما بنعرفش إذا هي مضبوطة ولا لا وزي ما قلت لك في غياب يمكن أي شخص ممكن أنه يمثل أمانة عمان الكبرى ما بنقدر أنه نتحدث عن هذا الموضوع لكن احنا منحاول بكل شفافية أنه نحط المواطن بهذا النظام أو مسودة هذه التعديلات وهذا النظام وإيش ممكن أنه سلبياتها وبالإضافة لإيجابياتها حتى نحاول بطريقة ما أنتوا ما تتضرروا كمستثمرين أيضا المواطن اللي احنا دائما نتحدث أنه احنا مصلحة المواطن هي الأهم ما تزيد أسعار الشوء أعالي لأنه يعني كل أشخاص الشباب بدهم يتجوز بدهم يكونوا عائلات وأكيد محتاجين أنهم الشوء هاي حتى يكونوا هاي العيلة فما بدك ترتفع الأسعار صحيح هو من النقاط اللي أيضا مثيرة عدا عن موضوع كراجات السيارات أنه الآن أصبحت أمانة عمان من خلال مسودة النظام تحدد عدد الشقق على قطعة الأرض يعني إذا كان أنا قطعة أرض بسمح لي أني أبني عليها 16 شقة عمالهم بيجبروك كمستثمر أنك تعمل شقق بمساحات أكبر واتجاه المواطن ليس لمساحات الكبيرة أيضا إحنا الآن الاتجاه العام لمساحات أصغر استوديوهات يعني أقل كلفة على المواطن على الشباب المقبلين على الزواج الآن هم مش بحاجة إلى شقق بمساحة 200 متر 100 متر 120 متر ومش كل أسرة أرسان عندهم سيارتين أو ثلاثة يعني يجب النظر إلى مدينة عمان إحنا مدينة عمان منحب أن نكون فيها مساحات خضرة أمانة عمان تقاضت من المستثمرين ومن المواطنين أيضا على مدار السنوات الماضية ملايين الدنانير كبدل مواقف سيارات يجب أن تقوم بشراء قطع أراضي وتوفير باركنج في كل الأحياء باعتقادي لخدمة المواطن وأيضا في المناطق التجارية لأنه هي تقاضى عوائد تنظيم فباعتقادي أن هذا النظام اجتمعنا نقابة المهندسين وقدمت لهم ورقة نقابة المهندسين جمعية المعماريين الأردنيين أيضا ضمت صوتها لألنا لكن نحن نأمل أنه يكون هناك ورشة عمل تشارك فيها جميع الجهات للخروج بنظام جديد يخدم هذه المدينة ويكون مدروس دراسة تامة أثاره الاجتماعية أثاره على المواطنين الشباب كيفية توفير السكن نحن نعرف أن مسؤولية توفير السكن هي على الحكومات نحن الأردن الحمد لله رغم أننا دولة غير نفطية لا نعاني من مشكلة السكن كما تعاني الدول المجاورة وهي دول نفطية هناك حاجة إلى ملايين الشقق في بعض الدول المجاورة بدون ذكر المملكة العربية السعودية معلن أنها بحاجة إلى 2.5 مليون شقة العراق 3 مليون شقة الجزائر 4 مليون شقة وهي دول نفطية وعندها غاز وعندها إمكانيات هائلة جدا نحن قطاع الإسكان من أنجح القطاعات لكن أيضا هناك كما تحدث جلالة الملكة أن المستثمرين الأردنيين في قطاع العقار هم رقم واحد في دبي يعني أنا لا أضيف معلومة إذا قلت أيضا أن هناك استثمارات أردنية في تركيا وفي مصر السبب أنه رغم حديث الحكومة عمالها بتحاول تدعمنا نتحدث عن توطين الاستثمار لكن نتيجة أيضا الإجراءات أنا بدي أتكلم بما يخصنا كمستثمرين هناك الكثير من المستثمرين عمالهم بعزفوا عن الاستثمار في هذا القطاع لما إحنا يقل عدد المستثمرين في هذا القطاع سيقل المعروض أو المنتج المعروض أمام المواطن فهذا أيضا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار فإحنا باعتقادي يجب الحفاظ على المستثمرين كيفية الحفاظ على المستثمرين يعني إحنا لا نريد أن نتكلم فقط إحنا في محافظات جاذبة الاستثمار محافظة إربد جاذبة الاستثمار الآن ليس فقط بسبب اللجوء السوري هناك انتعاش في سوق العقار في إربد قد يكون أحد أسبابه أن الأردنيين يقومون بشراء شقق والهدف منه تأجيره إلى المواطن السوريين أو وجود الجامعات فمعاملات المستثمرين في إربد سريعة جدا بحيث أنه للحصول على تلخيص مبنى ما يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة الحصول على إذن إشغال لا يتجاوز أسبوع أو عشرة أيام كذلك في محافظة البلقاء في العقبة في الزرق يمكن المدد أطول شيء بسيط لكن بعكس الإجراءات التي احنا عمالها بتواجهنا هنا فلذلك باعتقاد المستثمر في عمان صعب عليه يمكن أسهل عليه يطلع عماله على تركيا من الذهاب إلى مزاحمة زملائنا في إربد لا ما بدنا أبدا أي مستثمر أنه يترك خلنا نقول عمان ويستثمر في غير عمان إن شاء الله الإجراءات بتتسهل إن شاء الله رسالتك إحنا دائما منقولهم ببرنامج من وشه رسائل للمصلحة العامة لكل الأشخاص حتى يقدروا أنه الكل يستفيدوا وإحنا المستثمرين يعني ما في غنى عنهم دبي زي ما تفضلت ممكن أعطيتها كمثال هي الاستثمار هو اللي عم بيبني هذه البلد لأنه البزنس زي ما بقوله سوق العمل كتير كبير فيها فإحنا منتمنى كمان كل المستثمرين يجوا يضعوا أموالهم في الأردن ويستثمروا لأنه رح يصير في تشغيل لأبناء البلد ورح يصير في دخل إضافي وتفاصيل كتير فما بعرف إذا في عندك آخر شيء ب30 ثاني يضيفه مهندس كمال قبل ما نختم الفقراء إحنا باعتقادنا الاستثمار بحاجة إلى قرارات إدارية جريئة ومعروف عن معالي أمين عمان أنه صاحب قرار بنتمنى أنه يتخذ قرارات لتسريع الإجراءات أمام المستثمرين العمل على توطين الاستثمار وأنه يجلسوا معنا أمانة عمان ويسمعونا إحنا وجمعية المعماريين هيئة المكاتب الهندسية نقابة المهندسين نقابة المقاولين جميع القوى الفاعلة في المجتمع العماني خلينا نحكي اللي بسأل عن مدينة عمان حتى نضع نظام أبني يخدم الوطن والمواطن ويستطيع توفير الشقق وهي من ضمن منظومة الأمن الاجتماعي اللي إحنا دائما مبكز عليها في إذن الله يعني رسالتك واضحة وصريحة وإن شاء الله تكون وصلت مهندس كمال لعوامل رئيس جمعينة المستثمرين نتمنى أنه ما تظهر هذه التعديلات إلا لكل الأطراف تكون راضية عنها لأنه زي ما تقول في مصلحة الجميع نتمنى لكم كل التوفيق شكرا لإلك شكرا لإلك شكرا مهندس مشاهدينا فاصل قصير جدا ورح نختم معكم بآخر فقراتنا خليكم معنا